ستراتيجية فاعلة لمواجهة خطر المخدرات أعلنت عنها وزارة الداخلية من خلال وضع خطة عمل أمنية لملاحقة كبار تجار المخدرات ووضع الأسس والبيانات للقضايا على هذه الجريمة التي باتت لا تقل خطورة عن الإرهاب النتائج التي تحققت خلال فترة وجزة أثمرت عن إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المروجين للمخدرات ومصادرة كميات من المواد المخدرة اختصرت سنتين من النشاطات بستة أشهر نشاطات مركزة من حيث الأرقام من حيث الأعداد من حيث عملت الضبط حيث تم ضبط كميات من المخدرات بكافة أنواعها وخاصة الكريستال أو الحبوب المخدرة وكذلك القبض على المروجين والمتاجرين وأيضا المتعاطين بأرقام فقط أرقام سنتين الماضيتين هذا دليل على توظيف الجهد الاستخباري المعلوماتي الميداني وكذلك التعاون مع المواطنين وزارة الصحة أكدت أنها تعمل بدور مساند للقوات الأمنية في مواجهة تفشي ظاهرة المخدرات من خلال إنشاء مشافل لمعالجة المدمنين وتحيئة الكوادر الطبية الخاصة بهذا الجانب مشيرة إلى أنها استطاعت خلال الفترة الماضية معالجة عدد من المدمنين الأولويات بالستراتيجية هو إنشاء مراكز معالجة الإدمان في بغداد والمحافظات هذا يكون استناد إلى التحديات قد أكون مدمنين متعاطين فتم بني من 50 إلى 100 سرير وضعنا المخططات الحندسية والطلبات الوظيفية لهذه المراكز وبدأنا توفير الأراضي وبناء بعدها بناء القدرات تدري هذه المراكز تحتاج أطباء باحثين نفسيين باحثين اجتماعيين ممرضين فبدأنا ببناء القدرات ويؤكد مراقبون أن العراق قطع شوطا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية بمكافحة المخدرات حيث تم الوصول إلى كبار عصابات المخدرات وأن إجراءات الحكومة حققت نتائج إيجابية على الصعيدين الدولي والإقليمي من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية